اشتركوا في القناة اللي تفرع في وسط البلاد التونسية واتغلغل في كل مفاصلها هذا وكشفت هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي انه باش تم توجيه تهمل راشد الغنوشي تتعلق ايضا بامن الدولة وكشفت ايضا الاسباب الحقيقية والرئيسية وراء قرار تحجير السفر عن راشد الغنوشي و 17 شخص اخر من قيادة حزب حركة النهضة وهذا من اجل جرائم تتعلق بالامن التونسي لكن الشيء الصادم اللي كشفته هيئة الدفاع عن شهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي هو اختفاء عدد كبير من الاشخاص المتورطين في الجهاز السري لحركة النهضة وعدم موجودهم داخل التراب التونسي زعمها وين اختفوا قيادة حركة النهضة هذا اللي ومن بينهم مصطفى خذر المؤسس الرئيسي للجهاز السري للنهضة والمخطة تراء كل عمليات اللي قام بها الجهاز السري للنهضة اللي واختفى مصطفى خذر من مقر اقامته منذ جام في 2022 ولم يعد من الممكن الوصول اليه لاستنتاقه ايضا اختفاء عضو المكتب التنفيذي سابقا والمكلف بشؤون الايدارية والمالية في حزب حركة النهضة ريضاء الباروني اللي غادر مقر اقامته واصبح مجهول للمقر وحتى حد ما يعرف عن مكان اقامته واكدت هيئة دفاعا شكري بالعيد ومحمد البرامي انه مصطفى خذر غير موجود في التراب التونسي مرجحة انه تم تهريبه خارج البلاد التونسية نحو القطر الليبي او الجزائري ان شاء الله في الايام القادمة يتكشف المسطور وما تنسيوش في اخر الفيديو باش تشتركوا واتفعلوا زر الجرس باش نوفيوكم بكل المستجدات